هل شعرت يوما بنوبة غضب والحاجة للصراخ بصوت عال لتفريغ شحنة من الطاقة السلبية أو بركان الغضب بداخلك وشعرت براحة بعدها حسنا قد يكون أمرا طبيعيا لدى أطباء النفس أو طريقة لحل المشاكل النفسية هذا ما فعلته معلمة موسيقى ومدربة صوت هولندية حيث أقامت دورة مخصصة للصراخ على الشاطئ لدفع الناس للتنفيس عن الإحباط والغضب والانزعاج من الحياة بعد انتشار فيروس كورونا فوائد الصراخ على الشاطئ هي أنه يخفف التوتر وكوني مغنية وأستخدم صوتي فأنا أعرف مدى التحرر الذي قد يحصل عليه الإنسان عندما يعبر صوتيا عما بداخله واخترت الشاطئ لأنه هادئ وواسع ويسمح بعقد جلسات جماعية دون الخوف من التدابير المفروضة بسبب فيروس كورونا وتؤكد مدربة الصوت وقبلها علماء النفس أنه يمكن للصراخ في لحظة التوتر العاطفي الشديد أن يخفف ذروة الغليان وإعادة التوازن الداخلي الصراخ لا يحل مشكلات المعقدة وليس بديلا لجلسة مع محلل نفسي ولكنه في لحظة التوتر العاطفي الشديد يساعد على تخفيفه هناك أشخاص ظرفوا الكثير من الدموع أثناء الدورة لأن الإغلاق والوحدة تحولت إلى كبت عاطفي وضغط شديد ومع تجديد التدابير الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا في هولندا بالإضافة إلى التحذيرات من المتحور أوميكرون يعاني الكثير من الناس هناك من أثار نفسية بسبب عدم ممارسة الحياة الطبيعية واضطرارهم للبقاء في منازلهم وعدم الاختلاط اجتماعيا ما زاد من حالات الاكتئاب والكبت العاطفي عند الكثيرين اشتركوا في القناة